بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلم تسليما كثيرا وبعدا مشاهدي الكرام حياكم الله بتحية الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وبالحق نزل هذا عنوان برنامجنا نتحدث فيه الآن بمشيئة الله تعالى عن السبع المثاني السبع المثاني هي سورة الفاتحة والتي أنزل الله تعالى باسمها سورة الفاتحة في الكرآن الكريم وسورة الفاتحة هي السبع المثاني التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجري ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سميت بالسبع المثاني قيلة لأنها تثنى في الصلوات يعني نقرأها مثنى مثنى في كل ركعة من ركعات الصلاة نقرأها كما أن الصلاة لا تصح إلا بها فلا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وهي سورة الفاتحة هذا بالنسبة في الصلاة السرية وهي صلاة الظهر والعصر أما الصلوات الجهرية وهي صلاة المغربي والعشاء والفجر فإن قراءة الإمام قراءة عن المأمومين وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة صورة الفاتحة يقول عنها علماء التفسير هي صورة تشتمل على مراتب الدين الثلاث الإسلام، الإيمان، الإحسان هذه مراتب الدين الثلاث إسلام، إيمان، إحسان صورة الفاتحة تشتمل على هذه المراتب اقرأ معي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الآيات الثلاث هي آيات تدل على الإيمان فأنا الآن أؤمن برب العالمين أؤمن بألوهية الله، أؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى أؤمن بأن الله تعالى وحده هو مالك يوم الدين فهذا إيمان باليوم الآخر إذن هذا إيمان بالغير هذا هو الإيمان الإسلام جاء في قول الله تعالى إياك نعبد العبادة هي الإسلام فالعبادة قضوع وإذعان وانقياد لله سبحانه وتعالى وكل هذه المعاني هي معاني الإسلام حينما نقول إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات معناها الإحسان إذن سورة الفاتحة اجتملت على مراتب الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان حينما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الباء في بسم الله معناها بهاء الله والسين في بسم الله معناها سمو الله والميم في بسم الله معناها مجد الله وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا أيها المسلمون اعلموا أن بهاء الله وسموه ومجده يكمن في هذا الكتاب الخالد الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله لفظ الجلال هنا اسم للذات العلية الرحمن الرحيم الرحمن الذي يرحم عباده التوابين الرحيم الذي يرحم عباده المذنبين أو الرحمن الذي يرحم أهل الأرض الرحيم سبحانه وتعالى الذي يرحم أهل السماء أو كما يقول العلماء الرحمن هو الذي يرحم أهل الدنيا والرحيم هو الذي يرحم الناس في الآخرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مشاهدي الكرام بالله عليكم تأملوا معي هذه المعاني الدقيقة قوله تعالى الحمد لله لما علم الله سبحانه وتعالى عجز عباده عن حمده لم ينتظر سبحانه وتعالى حمدا من أحد لأنه غني عننا وغني عن عبادتنا وعن حمدنا وعن شكرنا لذلك حمد الله سبحانه وتعالى نفسه بنفسه لنفسه في الأزل حمدا لا يصحكه إله غيره فافتتح كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى حمد من أحد ولم ينتظر حمدا من أحد لذلك حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل حمدا لا يصحكه إله غيره فهو الإله المحمود في كل حال وفي كل ما قام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خل بل حضرتك لو سمحت انتبه معي جيدا من رحمة الله ومن قرم الله الواسع ومن فضله العمين أنه سبحانه وتعالى قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تعرف معنى هتين الآيتين معناهما أن الكريم سبحانه وتعالى وأن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وحده هو مالك يوم الدين نحن حينما نعود إلي حينما يوقفنا بين يدي حينما يحاسبنا تخيل عند من هل عند المنتقم؟ لا والله عند من؟ عند الرحمن الرحيم فمن رحمة الله بنا أن الرحمن الرحيم هذا هو مالك يوم الدين هو الذي يملك ذلك اليوم الأمر أمره والملك ملكه والقضاء قضاؤه فسبحانه وتعالى هو الذي قال الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين من ملك ذلك اليوم من يملك يوم الدين وبالمناسبة يوم الدين هو يوم القيامة من الديان سبحانه وتعالى والخلق جميعا مدينون له والناس بينهم وبين بعضهم ديون حقوق الأدميين فيما بينهم الكريم سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم هو الرحمن الرحيم هو المالك والمتصرف في هذا اليوم وهذا من رحمة الله تعالى بنا أقول قولي هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله